ناشد ضباط وجنود معتقلون في سجن بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس الجمهورية والحكومة بالنظر في قضيتهم التي قالوا إنها فبركت كذبا وزورا ويعتقلون على ذمتها ظلما منذ أربع سنوات وقال الضباط والجنود المسجنين إن ملف قضيتهم معلق أمام المحكمة الجزائية منذ عام بسبب استبدال رئيس المحكمة للقاضي بقاض آخر وأعرب الضباط والجنود عن أملهم في أن يتم إنصافهم من قبل رئيس الجمهورية بعد سنوات من الظلم والقهر والتعذيب والسجن بغير دمد وأعلن الضباط والجنود إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من اليوم وحتى الفصل في قضيتهم